موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية اليوم خلينا نبدأ ببارت فايف من الأنتروبي والجزء الأخير اللي هو بحكينا عن أنتروبي change of liquids and solids عزا إحنا كنا نعرف أنه الأنتروبي لما كنا نحسبها للآيديا القاسز إذا كنت تذكره كنا نستخدم قاعدة شبيهة في هاي أوكي؟ لما كنا نحكي أنه إذا أنت بدك علاقة هيا أرجع لكم عليها عشان نجدون عندكم فكرة عن شو أنا بحكي أوكي؟ اللي هم هذولا كنا نحكي أنه إذا أنت ما عندك لنوع معين من الأيديا القاسز إحنا بنستخدم الدلتا أس كيف بيطلع الدلتا أس عن طريق هذول القلونان إذا كانت العلاقة بين تستخدم تستخدم والباقي أما إذا كانت العلاقة بين و الفوليوم إذا كان الفوليوم بيختلف يعني تستخدم هذا القانون تا بس تستخدم فيه يعني طيب هسا إحنا وصلنا لعند هناك كنا نحكي عن القاسز أوكي؟ وحنا بنعرف أنه بالقاسز السي في السي في والسي بيختلفون بعض مضبوط أما بالليكويد و السوليد هذا الحكي مش موجود لأنه سي في بتساوي سي بي أوكي؟ سي في بتساوي سي بي أو قريبات جدا من بعض أوكي؟ فبحكاية كأنه فبالتالي فبالتالي بيظلهم تقريبا كونسانت و مع العلم انه يعني ما بتقدر تعملهم ما بتقدر تغير من الفوليوم تعهم يعني نفس الاشي انه بظلوا زي ما هو دوريك بروسس فذس دي بي بتساوي سفر فالليكويد ومساعدة لذلك سي بي بتساوي سي بي ساوي سي والآخرين حسا القانون اللي انت رح تستخدمه القانون اللي انت رح تستخدمه عشان انت اطلع الأنتروبي للصوليد وليكويد طبعا انت بتشتغل صوليد وليكويد مش محروفات يعني ما نه رح تستخدم هذا القانون عشان انت تطلع الدلتاس تعب رح تستخدم سي أفرج اللي هو بالعادة بيكون معتك هي بالسؤال وبكون في عندك T2 على T1 وفقد يعني أسهل بكثير من أنك تستخدمه على gases بتغير مرة الفوليوم بتغير مرة البرشور لا هذا عادي تستخدم S2 نقص S1 تساوي CV average C average لن T2 على T1 That is the temperature of a truly incomprehensible substance Substance remains constant during a nice and opaque process فاللي بحكي لك هي أنه لما نحكي عن liquids لما نحكي عن liquids and solids تمام إذا كان عندك system iso-entropic فهو بالتالي بيكون برضو شماله بيكون isothermal ليش؟ لأنك إذا حطيت delta S بتساوي 0 معنى C average logarithm T2 T1 بتساوي 0 متى لما T2 على T1 بتساوي 1 يعني لن الواحد بتساوي 0 فالصفر في C average أي يعطيك 0 فبالتالي إذا أنت كان عندك iso-entropic process أوكي بال solids and liquids ما عطو بيكون عندك برضو isothermal process أوكي فهي هنا مثلا سؤال بيعطينا إياه كثير بسيط بيحكي لك أنه liquid methane is commonly used in various cryogenic applications the critical temperature of methane ما بهمناش thus methane must be maintained below 1 91 Kelvin to keep it in liquid phase the properties of liquid methane at various temperature and pressures are given in table كذا كذا هاي ما عطينا هو tables to liquid methane بس وصراحة ما بهمنا كثير يعني هسا بنشوف كيف إحنا نطلع منقدر نطلع المعلومات اللي بدنا إياها عن طريق هذا القانون أوكي اللي هسا قبل شو حكينا عنه فبحكي لك determine the entropy change of liquid methane as it undergoes a process from 110 Kelvin and 1 ميجا بسكال to 120 Kelvin and 5 ميجا بسكال يعني معطيك T1 معطيك معطيك T1 معطيك P1 معطيك T1 ومعطيك P2 أوكي مرة بدك تستخدم tables بتعون الميثان اللي هما أكيد مش معنا مش مطلوب مننا نجيبها أو إنك تستخدم إيش القانون الثاني عشان طلع ال entropy فإحنا أخذنا إنه delta s بتساوي اللي هو c average أوكي c average بدك تعمل logarithm T2 على T1 فقط هذا أنت اللي بتحتاج له معطيك بهمك T2 بهمك T1 بهمك C average اللي هو أكيد رح يكون معطيك ياب السؤال أوكي إذا أنت بتيجي للتابلز في طريقتنا الحل يابتيجي للتابلز يابتروح بتحلع ذاق القانون فإحنا جينا هون وحكينا إنه عند 110 وعند 120 تختلف حسب قديش البرشير عند البرشير واحد كانت state 1 وصارت 5 يعني 1 ميجا بسكال وبعدين صارت عند state 2 صارت 5 أوكي فبالتالي أنت اللي بهمك الـ specific cp high أوكي وبهمك cp high وبهمك الـ enthalpy والـ entropy زي ما أنت شايفون مثلا P1 T1 رح تطلع cp وال entropy وعلى state 2 يطلع entropy والـ cp وعمل أنه S2 ناقص S1 عادي بكل بساطة وطلعها بس أشك أنه يجي زي هكا السؤال السؤال رح يجيب لك إياه أنه يعطيك c average لأن الـ cp يجب أن تأخذه cp يعني تجمع هدو وتقسم من على 2 cp هذا بيكون معطي كيام مثلا يعني مثلا بيكون كتب لك for state 1 cp is 3.47 for state 2 cp بتساوي 3.486 فأنت إذا كنت تجمع مع بعض وتقسم من على 2 عشان تأخذ l- average عشان هي كان مكتوب بالقانون شو c- average أوكي يعني بين state 1 و state 2 في عندك c- average ذاك تجمع مع بعض الطريقة الثانية بينك بكل بساطة تحط l-s بتساوي c- average و زي ما انت بتلاحظ إذا أخذت l- average بين هاي و هاي هتطلع معك هد أوكي لأن l- 120 كلمن على 110 كلمن بتطلع معك 0.303 إذا بتلاحظ فيه اختلاف بسيط يعني بسه مشبه لا يذكر يعني لا يذكر الاختلاف بين هذور الثمتان طبعا هنا c- average بور جيك هي انه ايش بتساوي يعني بتجمع l- state 1 زائد state 2 c-p تعونه وبتقسم مع الثان وبعطيك l- average وبتروح وين تستخدمون تستخدمون بالقانون تعنا فهذا بالنسبة ل liquids and solids يعني إذا كان عندك liquids and solids وإنت ما معك tables تعونهم بتيجي بتحسب l- entropy عن طريق هذا القانون اوكي بعدا احنا أخذنا عن هذول إنه لما يكون عندك ideal gases وطلب منك أعطاك مثلا T1 و P2 و P1 بس ما معك T2 وكان معطيك أكيد K بتيجي بتحسب عن طريق هاي القوانين أو مثلا كانت العلاقة بين T2 و T1 و Specific Volume و Specific Volume 2 وكان معطيك K عادي يعني برضو بتيجي شو سمو بتحسب البدكية يعني ما في أي صعوبة من هاي الناحية وهذا بنشوف سؤال على بحكالك air is compressed in a car engine from 22 celsius 225 kPa هاي معطيك T1 و معطيك LP1 in a reversible and adiabatic manner reversible and adiabatic manner معتو delta q بتساوي 0 وعندك delta s بتساوي برضو 0 أوكي فبيدي بحكي لك if the compression ratio V1 على V2 of this engine is 8 determine the final temperature of the air يعني ملاحظ لا طلب منك entropy وأكيد delta s يعني مش مش طالب منك تحسب مثلا entropy 1 or entropy 2 مثلا مش طالب منك تحسب work أو مش طالب منك تحسب أي شيء ثاني إذا طالب منك مثلا تحسب 2 يعني هاي هنا مثلا معطيك ratio أوكي وطالب منك إنك تحسب final temperature طيب بما إنه معطيك علاقة بين V1 وال V2 أوكي أنت على السريع بتروح بتنقي هذا القانون أسهل إشي يعني T2 على T1 بتسوي V1 على V2 أو K ناقص 1 الك بيكون معطيك إياها 1.391 أوكي بتروح بتعوضها وبما إنه V1 على V2 بيسوي ثمانية هي ومعطيك إياها فظل عليك إشت بس طلع اللي هو T2 تطلع معك 665 كيلبن كثير بسيط وسهل يعني نفس الإشي بالنسبة للهيليوم بما إنه معطيك pressure ومعطيك temperature معناته أنت بدأك تروح تحول أول إشي بما إنه معطيك إياه بالفيرينايت بدأك تروح تحول لرانكن أوكي دكتور تحوله لرانكن وهي بتضيف عليها 460 يعني عشان تحول ها لرانكن عشان تكون بالأبسلوت وهاي برضو بتضيف عليها 460 بتصير 510 أوكي واحدة 510 والثانية بتصير 708 ومعطيك 14 PSI فأكيد يعني إذا إنت استخدمت هذا القانون أوكي إذا استخدمنا هذا القانون بدأت تطلع معك البرشور ستستخدم هذا القانون طلع عشان أبسط عليك كيف يكون معطيك إياها بالسؤال أوكي ف T2 كيف بتلاقيها أو أتوقع أنه طالب لا طالب P2 هو طالب وطالب P2 طيب عشان تلاقي P2 عادي يعني بتزبط على الحاسبة يعني بتحط ها في زي تلعب حتى فيها تحط على الحاسبة وبتطلع معك قداش البرشور لأنت بدك إياه أوكي طيب هنا بحكي لك Reversible Steady Flow Work الwork boundary بيساوي شوش متكامل PDV بصير في عندك مثلا اختلاف بالفوليوم وإلى آخري إلى آخري هنا شرح بعد هنا بيجي بعطيك بحكي لك compressing a substance in the liquid versus gas فيز يعني بدي ورجيك قداش صعب أنك أنت تحسب شغلة معينة بالنسبة لل gas phase أوكي بالنسبة ل إذا كان I-Synthropic يعني صعب أنك أنت تطلع لل gas phase بس سهل أنك أنت تطلع ال liquid الشغلات اللي أنت بدك إياها يعني إذا مثلا طلب منك تحسب ال work لشغلتين واحدة فيها liquid واحدة فيها gas أصعب أنك أنت يعني تحسب بتاعت الغاز بالنسبة لها تاعت الكمبريسور شو اسمه بيعمل كمبريسور بس لإيش لفايبر أما ال pump تتفاعل يعني بتشتغل بال liquid فإذا ما أنت شايف من 100 كيلو بسكال طلعت 1 ميكا بسكال وهي من 100 كيلو بسكال بتطلع 1 ميكا بسكال بس في شغلة أنت لازم تكون أعرف أنه ال liquid ال liquid ال volume ما يختلف لما يدخل ويطلع أما ال vapor طبعا بيختلف ال volume تاعه ليش لأنك أنت حطت vapor جوه جوه ضغط هذا ال vapor فأكيد رح يختلف شو اسمه ال volume تاعه تاع هذا ال vapor اللي أنت طلعته ال volume تاعه رح يكون بيختلف فهذا خليه ببالك فهي بحكي لك in this case steam إذا بدك تحسب ال work بنبلش بsaturated liquid فهو بحكي لك in this case steam is saturated liquid initially and specific volume is كذا رأى على ال water properties طلع قديش ال specific volume عند 100 كيلو بسكال وطلع ال VF تاعه بما أنه بما أنه liquid على السريع رح طلع ال specific volume 0.01043 which remains essentially constant during the process بحكي لك أنه معناته specific volume 1 ويساوي specific volume 2 فبالتالي راح قل لك أنه إحنا كنا نعرف من chapter 4 وهذه الشغلات أنه ال work هو عبارة إذا خاص إذا أنت بتحكي عن liquid راح يكون ال work بساوي delta p في V ليش لأنه volume سيظل constant delta p قداش تضع 1000 و 0.001043 ميتر كيوب لكل كيلوغروم وتطلع معك مثل أما بالنسبة للفايبر بما أنه V1 ما بتكون موجود معك يعني V1 تختلف عن V2 فالقانون راح يختلف نوما لماذا سيختلف لأنك أنت لأنه هناك ال volume يعني ما تدرك تحسبه بحكي لك هايو و this time steam is saturated vapor and remains a vapor during the entire compression process بظلها vapor since the specific volume of a gas changes considerably during a compression process we need to know how V varies كيف V بتختلف بالنسبة لP يعني هنا في عنا الpressure بتختلف والV بيختلف فهزان ما أنت بتذكر وإحنا كنا نسوي شغلات ثانية عشان نقدر نحسب العمل يعني عفوا ما شاء إيزنتروبي البوليتروبي بروسيس وإلى آخر ف فبالتالي أنت في عنا V بتختلف والP بتختلف فما أنت ما تقدر تطبق القاعدة العادية يعني اللي إحنا استخدناها هون وهي الانتيجرات تعل V DP أوكي لأنه سواء V أو P بيختلف عندك فأنت بتعرف أن القانون اللي عندك تعال Work أوكي بساوي M H2 للكمبرسور يعني H2 نقص H1 أوكي هذا قلون أنا وتكون تمام بس هيك بدأت تطلع فبحكاية This result could also be obtained from the energy bla 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 state 1 بحكاية البرشور بتكون عندك 100 كيلو بسكال وبما أنه عندك saturated Vapor أوكي بما عندك saturated Vapor ما تعال أين بدأ تروح برضو بدأ تروح على saturation عند 100 كيلو بسكال هيا saturation عند 100 كيلو بسكال 100 بسكال يعني 0.1 أوكي عند 0.1 أوكي 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 بعدين بدأت تروح تدور على enthalpy enthalpy الذي قبله هاي في عندك enthalpy هس بالبداية بالبداية أنت بدأك بما لديك saturated vapor فأكيد سيطلع معاك HD صح بلو لا سيطلع معاك HF لديك بس saturated vapor فبطلع 2624 أوكي المفروض أطلع معاك 1674 أوكي 3675 أوكي وفأطلع الانتروبي أيضا طلع الانتروبي هاي 7.35 7.35 أوكي فقال لك أنا بروح على بما أنه بما أنه أنا بالغاس بما أنه أنا قاعد بشغل بايسينتروبيك تمام بما أنه أنا قاعد بشغل بايسينتروبيك أيسينتروبيك أوكي ما عدد لتأس هاي بتساوي 0 معتو S1 بتساوي S2 أوكي معاتو أنت عندي جزء الثاني ما عندك معلومات عن الفيبر بجزء الأول آه كان عندك معلومات أنه اللي دخل saturated أوكي بس بجزء الثاني بالstate 2 ما عندك معلومات عن عن طبيعة الفيبر عن طبيعة الفيبر اللي موجودة عندك هل تحول هل تحول بعدما ارتفع ضغطه يعني أوكي أشار فيه هذا الفيبر فعليا أوكي فبما أنه عندك S1 بتساوي S2 بما أنه Isentropic فبالتالي صار عندك معلومات صار عندك 1 ميجا بسكال صار عندك الانتروبي أكيد داخل تروح تطلع الأكس أوكي هل ستبرجي كيف بدك تروح عند 1 ميجا بسكال وتقارن بالانتروبي اللي هي 7.3 خير روح عند 1 ميجا بسكال 1 ميجا بسكال هاي وتقارن بالانتروبي هاي طيب أنت ملاحظ أنه الانتروبي اللي كانت معي بالسيستم أعلى من هاي معتو وين بشتغل بالسوبر هيتد معتو الفيبر اللي طلع معي طلع سوبر هيتد أوكي بروح السوبر هيتد عند 1 ميجا بسكال هاي أوكي بدك تروح تشوف الأقرب أنتروبي لتاعتنا هي 7.3 أتوقع كانت 7.3 3.5 يعني مش هالفرقلي كبير يعني معتو الانتروبي رح تكون كثير قريبة على هذا الرقم هاي الانتروبي قداش عفوا الانتروبي رح تكون كثير قريبة على هذا الرقم بس أنا إذا أنت بتلاحظ أنه الانتروبي لما تحرقت من 7.303 إلى 7.467 صار في عندك اختلاف تقريبا 100 بالانتروبي فهال دليل أنه اختلاف بالانتروبي كثير بأثر عن الاختلاف بالانتروبي معناته إذا تجد أنت تجد الجواب الصحيح 100% تجد 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 هاي وهاي بما انه الانتروبي موجودة بين اتهم فتجد 7.464 ناقص 7.303 وعلى الانتروبي بتاعتك بالسيستم هي 7.35 ناقص 7.303 تساوي الاختلاف في الانتروبي عشان أنت تلاقي الانتروبي اللي أنت بدك إياه اللي هي 3.264 ناقص 3.158 على X ناقص 3.158 هيك أنت على الحاسبة بتطلع قداش الانتروبي وع السريع بتروح بتطبيق هذا القانون اوك إذا هو طالب منك Per Unit Mass أنا مش منذكرة هو طالب Per Unit Mass و Determine the Compressor Work Input Required To Compress System أوك إذا بس هو ما 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 فبالتالي انا بروح بساوي انثال بي 2 ناقص انثال بي 1 فوتطلع معك 519.5 كيلوجول كل كيلوغروم والباقي كله تحت مش مطلوب منك يعني فهيك احنا منكون خلصنا بتمنى انكم تكونوا فهمتوا بتمنى انه يعني اكون وصلت لكم المعلومات اللي انتوا بتكم اياها وبتمنى لكم التوفيق وحاولوا ركزوا بالامتحان ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة